باحثون ومثقفون وفاعلون مدنيون ومهتمون بالتراث والذاكرة شاركوا في أحياء ذاكرة تومليلين وهي منطقة تقع بجوار مدينة أزرو كانت تضم ديرا يحمل نفس الاسم حيث قام رهبانه سنة 1953 بالإعلان عن دعمهم لجلالة المغفور له محمد الخامس ورفضوا نفيا بعد الاستقلال المرحوم لمحمد الخامس الله يرحمه والمرحوم الحسن الثاني الله يرحمه لكان ديك الوقت ولي العاد عقلوه على هذا الموقف السياسي المهم دي المسيحيين اللي وقفوا مع العرش العلوي ضد القوات دي الاستعمار الفرنسي الاموان اللي كانوا تماء كان الكرام ديالهم كبير وكانوا تيوجه الجميع الأطفال اللي كانوا تيجيوا عندهم سواء تعطيهم يكلوا سواء تقدموا لهم مثلا شي سينيما بش يتعرفوا على حضارة العصرية في ذاك العهد أحياء ذاكرة تمليلين مبادرة ترم تقديم دفعة قوية للسياحة الثقافية والإيكولوجية بالمنطقة التي لطالما اعتبرت نموذجا للحوار والتعايش الديني والثقافي بين مختلف الأديان نسوخة من هذه المبادرة التقافية أنها تعطي واحدة دفعة للسياحة التقافية والإيكولوجية بالمنطقة وإحياء دير تمليلين هو نسوخة من خلاله إعادة الإحياء خصوصا لقاءة الدولية لغنقونت خانتانسيونال اللي كانت عرفها المنطقة اللي كان عندها واحد إشهاء دولي اللي عرف من ينسى أظروف وطنيين ودوليا ويندرج اللقاء في إطار الاحتفال بشهر التراث حيث يعد بمثابة وقفة تأمل في زخم التراث الوطنية وغنى روافده الهوياتية ففضاء ذاكرة تمليلين شاهد على قيم التسامح والتعايش والحوار ونبذ العنف وكل أشكال التطرف ترجمة نانسي قنقر